وكثفت إسرائيل غراتها الجوية على غزة وسط قصف مدفعي عنيف وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أربعمائة شخص معظمهم أطفال ونساء قتلوا في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى ألف وخمسمائة جريح وارتفعت حصيلة قتل القصف الإسرائيلي إلى ألفين وثلاثمائة وتسعة وعشرين وإصابت أكثر من تسعة ألاف آخرين منذ سابع من أكتوبر الحالي